أهلاً وسهلاً بكل التلميذات والتنميد وأولياء الأمور تتمنى تكونوا بخير وبساحة جيدة في إطالة السعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى للمستوى الرابع نشوف نموذج للفرد الأول الدورة الأولى لمادة التربية الإسلامية المستوى الرابع إذن نموذج على الشكل بدأي فعلى تلقاه في الوصف إذن عن شو دباء أو الحاجة كمدوا بها وضعية الإنتلاق تحدث هشام فقال اشهدت في صورة الإنسان والإنفطار والأعلى وتعرفت بعد أسماء الله الحسنى وعلى حياة رسول صلى الله عليه وسلم هو شاب وأسقنت وضوئي وصلاتي وتعلمت كيف أحفظ نفسي ولا أودي غيري لأكون مؤمناً قوياً إذن هذه وضعية الإنتلاق بالنسبة لوضعية الإنتلاق كتظن لنا على الأسئلة التي عطرح لكم إذن فهد المسيحان إذن هنا ما تخذكم تعرفوا أسماء الله الحسنى حياة رسول صلى الله عليه وسلم وشاب سنن وفراء الوضو إذن كيف أحفظ نفسي ولا أودي غيري إذن عمتوا بتزكية أصل بخط بين الصورة والآياء المناسبة إذن الكواكب انتطرت إذن الكواكب انتطرت هي من صورة الإنفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إذن هنا نرد البالة هذه كذلك صورة الإنفطار عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً إذن هذه صورة ماذا؟ صورة الإنسان إذن نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم طرر كذلك صورة الإنسان إذن ننتقل السؤال الموالي إذن بالنسبة للسؤال الثاني شنو عنا أصل بخط بين الكلمة ومعناها إذن نصله بالخط بين الكلمة ومعناها عنا الأبرار انفطرت إذن فجرت إذن الأبرار هم المؤمنون الأخيار انفطرت معناها رد البال إن شقت وفجرت معناها صارت بحراً واحداً مشو السؤال الثالث أصل بخط بين كل اسم من أسماء الله الحسنى ومعناها أن العليم الكريم القادر إذن ما معنى العليم؟ العليم العارف بكل شيء والكريم الذي يعطي بدون مقابل والقادر المستطيع فعل كل شيء إذن العليم العارف بكل شيء الكريم الذي يعطي بدون مقابل والقادر المستطيع فعل كل شيء انتقلوا داباً اقتداء أجب بنعم أم لا؟ كان عليه السلام يشجد للأصنى ما سجد لصنى من قط إذن هنا لا كان عليه السلام يحسن معاملة الآخرين كان معروف بحسن الخلق إذن نعم كان عليه السلام يشرب الخمر كشباب قومه إذن أخرى كان يشرب الخمر ولكنه معمره يشرب الخمر إذن أفضل الصلوات إذن لا كان عليه السلام يتصف بالأخلاق الحميدة كالصدق والأمانة نعم صحيح إذن كان يعني يلقب بصادق الأمين إذن شو الإستجابة؟ وتكون أربعة من فرائد الوضوء إذن فرائد الوضوء اللي هي النية غسل الواجه غسل يدين إلى المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين إذن نعملو أربعة إذن نعملو النية النية مثلا غسل غسل الواجه غسل الواجه نعملو مسح الرأس مسح الرأس غسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين ولا غسل الرجلين إلى الكعبين غسل اليدين إلى المرفقين نعم إذن ننتقلو دباء سنن الوضوء إذن هنا الوضوء كانت مضمدة المضمدة الاستنشاقة الاستنتار مسح الأدنين رد ما أسهر الرأس إذن مثلا نعملو البسمالة بسم الله إذن هنا رد مسح الرأس كان كذلك مسح الأدنين كان الاستنشاق والاستنتار الاستنشاقة إذن ممكن نزيد كذلك رد مسح الرأس رد اللي كتبناها إذن نكتبه مسح الأدنين إذن مسح مسح الأدنين نعم تقلوا السؤال الموالي إذن حكمة لو ما يدل على قوة الإيمان إذن هنا ما يدل على قوة الإيمان هنا أصدق في قولي أغضب غيري هنا أسخر قوتي فيما يرضي الله أحرص على صحتي الجسمانية والعقلية هنا الصدق في القول إذن هذه تدل على قوة الإيمان أغضب غيري هذه الله لا تدل على قوة الإيمان أسخر قوتي فيما يرضي الله صحيح إذن هذه من قوة الإيمان هنا أحرص على صحتي الجسمية والعقلية إذن حفاظ على صحتنا البدنية والعقلية إذن ننتقل السؤال الموالي سؤال الثاني هل القوة تعني إلحاق الضرر بالغير وإيداؤه وظلمه لا بل القوة بل القوة هي لا بل هنا هنا بل تسخير هذه بل القوة يعني يجب بل القوة يجب تسخيرها لماذا تسخيرها من أجل إرضاء الله إذن سخر القوة ديها نمشي للأداء أو للظلم الآخرين لا بل القوة يجب تسخيرها من أجل إرضاء الله إرضاء الله لا بل القوة يعني هنا هل القوة لا بل القوة يجب تسخيرها من أجل إرضاء الله وعدم ظلم الآخرين وإيدائهم إذن هنا لا بل القوة ممكن تجاوبوا بهذه الطريقة لا بل القوة يجب استسخيرها من أجل إرضاء الله هنا هل القوة تعني إلحاق لا بل القوة يجب تسخيرها من أجل إعداء الله وعدم ظلم الآخرين وإيدائهم إذن كان هذا التصحيح نتمنى لكم في تكم شكراً وإلى اللقاء